ليلة القدر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه البخاري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه القصة التي يحكيها لنا سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليخبر الصحابة الكرام بليلة القدر وهذا أمر كان يتمناه كل صحابة من الصحابة الكرام أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحدد لهم ليلة القدر بالتحديد التام الواضح الذي لا لبس فيه فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يخبر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا بليلة القدر تلاحى رجلان يعني حصلت مشكلة ومشاجرة وارتفاع أصوات بين أحد الصحابة والآخر فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فرفعت ليلة القدر بسبب هذا الخلاف وهذا الاختلاف والتنازع الذي حدث بين هذين الرجلين لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يحرم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بتحري ليلة القدر أن يبين لهم أنهم يمكن أن يلتمسوا ليلة القدر فقال النبي عليه الصلاة والسلام فالتمسوها في ليلة التاسع والعشرين وفي ليلة السابع والعشرين وفي ليلة الخامس والعشرين وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر والوتر من العشر الأواخر يبدأ من ليلة واحد وعشرين وليلة تلات وعشرين وليلة خمس وعشرين وليلة سبعة وعشرين وليلة تسعة وعشرين يعني هي خمس ليال ينبغي على الإنسان أن يهتم بها أكثر من غيرها لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل سر العام في شهر رمضان وجعل سر شهر رمضان في العشر الأواخر وجعل سر العشر الأواخر في ليلة القدر فالإنسان اللي يريد أن يجتهد في الطاعات وأن ينال الخير والبركة في هذه الأيام الطيبة في ليالي رمضان ويريد أن يلتمس ليلة القدر عليه أن يجتهد في الطاعة لله سبحانه وتعالى لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وربنا سبحانه وتعالى بيّن فضل ليلة القدر بأنها خير من ألف شهر قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر هذه الليلة فيها ليلة شهود وليلة فيض ومدد من الله سبحانه وتعالى وتنزل للرحمة على عباد الله تعالى في هذه الليلة بالعتق من النيران وبمغفرة الذنوب لكن الإنسان يسأل الآن ويقول كيف أدرك ليلة القدر وكيف يكون لي حظ ونصيب في هذه الليلة العظيمة هذا سؤال يسأل كل إنسان يعني أدرك هذا الشهر العظيم ويريد أن ينال هذا العفو وهذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا أراد أن ينال فضل ليلة القدر لابد أن يجتهد في كل الأيام التي يستطيع أن يجتهد فيها في شهر رمضان المعظم لأنه باجتهادك في أول رمضان وفي أواسط رمضان سيجعلك تزداد من الخير ومن الاجتهاد في أواخر رمضان أما أن يترك الإنسان الاجتهاد في الطاعات في أول رمضان وفي أواسط رمضان ثم بعد ذلك يقول أنا سأبدأ الاجتهاد في آخر رمضان ربما لا يستطيع الإنسان أن يجتهد هذا الاجتهاد المطلوب في هذه الليالي العظيمة لأنه لم يسبقه أي جهد آخر قبل ذلك فيكون الإنسان مستفقلا للعبادة ويشعر الإنسان بتعب وكلل ويعني إنسان لا يشعر بالراحة وهو يصلي لكن الإنسان حينما يبدأ الشهر بالطاعة والعبادة ثم بعد ذلك توسط الشهر يكون أيضا في الطاعة لتكون النفس قد تمرنت وتمرست وتدربت على هذه الطاعة فأول شيء ينبغي علينا أن نفعله حتى ندرك ليلة القد أن نستمر في الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وفي هذه الأيام حتى تأتي العشر الأواخر فندرك بإذن الله تعالى ليلة القد فاصل ونعود لإكمال هذه الأمور والإجراءات التي ندرك بها ليلة القد فانتظرونا أهلا وسهلا بحضرتكم وما زلنا مع الإجراءات التي ينبغي على الإنسان أن يتبعها حتى يدرك بإذن الله تعالى ليلة القد أول شيء أنه لابد أن يكتهد الإنسان في هذه الأيام التي هو فيها حتى يدرك بإذن الله تعالى هذه الليلة الاكتهاد يكون بماذا؟ الاكتهاد يكون بالمحافظة على صلاة الفجر في جماعة قدر الطاقة الأمر الثاني أن الإنسان يقرأ القرآن الورد القرآني الذي يلازم الإنسان وقراءته في كل يوم في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليها فبتقرأ في كل يوم ثلاثة أجزاء وفي ناس بتقرأ جزئين وفي ناس بتقرأ جزء وفي ناس بتقرأ أكثر من ذلك في ناس بتصل إلى عشرة أجزاء في اليوم هذا فضل الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن يشاء وهناك من يزيد على ذلك لكن الإنسان ينبغي عليه أن لا يترك ورده من القرآن في رمضان على وجه الخصوص لأنه هو الشهر الذي نزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونزل القرآن في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر فأول الأعمال التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها مع الصلاة قراءة القرآن أيضا ينبغي على الإنسان أن يكثر من الصدقات في هذا الشهر العظيم وفي هذه الأيام حتى ينال بذلك إن شاء الله إدراك ليلة القدر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا عليه الصلاة والسلام لكنه كان إذا جاء رمضان كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام في كثرة إنفاقه وكثرة صدقاته صلى الله عليه وسلم للقريب والبعيد النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في هذا الشهر أجود الناس عليه الصلاة والسلام فكذلك أنت أيضا ينبغي عليك أن تكون جوادا وأن تكون كريما لأن هذا الشهر هو شهر المواساة و شهر المواساة يعني أن تشعر بالفقير و أن تواسي الفقراء و المساكين فتصدق حتى تدرك بإذن الله تعالى ليلة القدر أيضا ينبغي عليك أن تهتم بهذه الأيام العشر من شهر رمضان هذه العشر الأخيرة من شهر رمضان التي فيها ليلة القدر و ينبغي عليك أن تهتم أكثر خصوصا بالليالي الوترية التي هي مظنة ليلة القدر يعني ليلة الواحد و العشرين ورد في بعض الروايات أنها كانت ليلة القدر و ورد في مسند أحمد لسند صحيح أن النبي عليه الصلاة و السلام قال التمسوها في ليلة السابع و العشرين لذلك قال العلماء بأن ليلة القدر تنتقل في الليالي العشر حتى تضمن أنك بإذن الله تعالى قد حزت فضل ليلة القدر فينبغي عليك أن تجتهد في الليالي العشر كلها حتى تنال هذا الثواب العظيم والأجر العميم من الله سبحانه وتعالى أيضا ينبغي عليك أن تحرص على دعاء دائما تردده في هذه الأيام سيدنا النبي عليه الصلاة و السلام لما سألته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فقال لها النبي عليه الصلاة و السلام يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لأنه ليس هناك أفضل ولا أحسن من أن يعفو الله سبحانه وتعالى على العبد لأن عفو الله سبحانه وتعالى يقتضي عدم مؤاخذة هذا العبد على ذنوبه بل يعفو الله سبحانه وتعالى ويدخل جنة الله لكن العفو يقتضي منك أن تكون أيضا أنت متحققا بهذه الصفة بأن تعفو عن الناس وأن لا تحمل ضغينة للناس لأننا عرفنا في أول قصة الحديث أن ليلة القدر رفعت بسبب أن بعض الناس اختلف مع أخيه فرفعت ليلة القدر كذلك الإنسان الذي يملأ قلبه بالمشاحنات والبغضاء والحقد والحسد للناس هذا الإنسان يعني لا يجتر بذلك الخير ولا الفضل لكنه إن تخلص من هذه الصفات الذميمة ولجأ إلى العفو الذي يملأ القلوب حبا واطمئنانا فإنه بذلك يكون أرجى لأن يكون بإذن الله تعالى حائزا لفضل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر يعني أكثر من العبادة حوالي أكثر من سمانين عاما كأنك تويفها إلى رصيدك التعبدي فينبغي عليك أن تحافظ على هذه الليالي العظيمة ليالي العشر الأواخر من رمضان وأن تحرص على أن تكون بإذن الله تعالى من أصحاب ليلة القدر اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة أن تجعلنا من الذين يدركون ليلة القدر اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النار واجعلها ليلة خير وبركة وفتح على أمة الإسلام وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة